بسم الله الرحمن الرحيم هنكمل بقية الفيديوهات بتاعة الميكانيكال سيل المراتي هنتكلم على الميكانيكال سيل الرينجيمنت يعني الترتيب هنبتدي نقول احنا عندنا ميكانيكال سيل مفرد اللي هو سينجل والله دبل وبيقول دبل كمان اللي هو انواع بنركبها ازاي فاحنا قولنا قبل كده هنتكلمنا على مواصفات كتير او في في الميكانيكال سيل ازاي الميكانيكال سيل ده بتاع الحاجات لها علاقة بالفيس مسلا البلانس ريشو بتاعه وشكل الفيس ايه نوع 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 وشكله ازاي بنقل الحركة من السليف للقفص من القفص للحلقة المتحركة المراتي هنتكلم على الارنجيمنت فهنتكلم على انواع الميكانيكال سيل في عندنا ممكن يبقى سينجل الدبل الدبل ده نقسمهم ان تلت انواع تنضم او فيس تو فيس او باك تو باك وبعد كده نبتدي نقول الميكانيكال سيل بيركب ازاي طيب دعا لنشوف اللي قدامنا ده اول حاجة ميكانيكال سيل سينجل يعني ايه سينجل يعني واحد بس يعني ايه واحد بس يعني عندي حلقة واحدة متحركة وحلقة واحدة ثابتة يبقى عندي مرحلة واحدة من مراحل العزل عايز اعزل السائل اللي جوه المضخة دي او جوه التانك ده انه يخرج بره بمرحلة واحدة يبقى هيبقى عندنا ايه مجموعة واحدة حلقة واحدة متحركة حلقة واحدة ثابتة مجموعة سوسة واحدة زي ما احنا شايفين كده طيب اول نوع فيه الشكل اللي قدامنا ده اللي هو اتكلمنا قبل كده على الموضوع ده اللي هو يعني الميكانيكال سيل كله راكب في الناحية اللي فيها السائل يعني كله تقريبا مغمور كله الاجزاء المتحركة بتاعته كلها مغمورة فين مغمور جوه السائل من جوه تبتعان نشوف كده اهو اول ما ابتدينا ده ده الحلقة السابتة الحلقة السابتة دي فين ناحية برة ناحية الهوى ناحية آآ الجو اللي هو ما فيش ضغط ضغط جوي يبقى الحلقة السابتة بعدين اه دي الحلقة المتحركة طبعا احنا اتفقنا خلاص ان الحلقة السابتة دي هيبقى معاها والحلقة المتحركة هيبقى معاها خلاص التفاصيل دي نشوفها باول فيديو خالص. دي الحلقة السابتة والحلقة متحركة. وده السائل بتاعنا اللي جوه الكيسنج ده الترمبا او جوه التانك او جوه ايا يكون. يبقى دلوقتي اصبح ايه? اصبح الميكانيكا لسيل ده. مرحلة واحدة. حلقة واحدة متحركة. حلقة واحدة سابتة. هيبقى فيه طبعا معاه وافص واحد. وكمان ايه? اغلب الاجزاء مغمورة جوه السائل. فبنسميه يعني ده تقريبا مغمور كله. هتعالوا نبص كده اهو. لو احنا قلنا فين فين الجو? الجو ناحية اليمين. يعني الميكانيكا لسيل ده بيعزل الحاجة السائل ناحية الشمال انه يطلع ناحية اليمين. تعال نشوف. ادي الجلبة اللي شاعله الميكانيكا لسيل السليف. اللي راكب على العمود. تمام? واده الالن هتلاقي فيه الالن هو اللي بركبه على السليف. وبعدين فيه هنا اهو. بعدين ادي الحلقة المتحركة. تمام كده? وبعدين ادي الحلقة السابتة والاورينج بتاعها. دي نفس الاجزاء اللي كلمنا عليها في اول فيديو. تمام. ده ايه ده? ايه اللون ده? ده خط الفلاشنج. خط الفلاشنج ده اللي هو انا عايز ابرد فغالبا من اسهل الطرق ان اجيب من خط طرد الترومبا ارجعه على فيبقى ده او التبريد بتاع يدخل يملى كل المنطقة اللي فيها الميكانيكا لسيل. يبقى اصبح الميكانيكا لسيل ده ايه? مغمور. شايف اللون كده بقى مغمور كله في السائل بتاع الترومبا نفسه. يبقى ده اسمه ايه? مفرد او مرحلة واحدة يعني كله متركب جوه. تعال نشوفه كده على شكل مجسم. ادي الحلقة بتاعتنا المتحركة هي اللي راكب على اللي راكب على العمود جميل. وادي الحلقة السابتة. حلقة السابتة هي اللي راكبة في الجيلاند بتاعنا ما بتتحركش. جميل كده تاني. ادي الحلقة المتحركة هي راكبة على السليف. بعدين ايه الحلقة السابتة. جميل. وقادي خط الفلاشنج اللي قلنا على اللي يتبقى داخل عالجيلاند. هنلاقي في خط كده جاي من خط الطرد وداخل على خرمة الجيلاند بيدخل على جوه. تمام? عشان يخلي المنطقة دي كلها باللون الازرق اللي هو ايه? التبريد بتاع وبعدين التبريد ده يدخل من الخط ده ويروح في ظهر يطلق يرجع على السحب تاني. طيب النوع التاني هو برضو مجموعة واحدة. واحدة متحركة. حلقة واحدة متحركة. حلقة واحدة سابتة. مجموعة سبرينج واحدة. يعني مرحلة واحدة بس عملنا العكس. خلينا المجموعة الكبيرة الاجزاء الاكتر من برا. يعني ايه برا? يعني ناحة الجو. تعاني نشوف كده هم? ادي السائل بتاعنا اهو. ادي الحلقة السابتة. ادي المجموعة المتحركة بالقفص بالسبرينج بي بي. خلتهم فين? خلتهم كلهم برا. ايه ده? طب انا هبرد ازاي? طب انا عملت كده ليه اصلا? طب انا عملت كده ليه? انا عملت كده ليه? لان انا هنا كده لو انا السائل بتاعنا ده حاجة بتتجمد او السائل ده دايما بيعمل بيبقى عامل مادة زي الشمع بيبقى عارب ان هو هيعمل كريستالات على على فالسبرينج لما يجينه مادة زي كده هتخليه يقفش على وضع معين يا فاتح يقافل فمش هيبقى حر في الحركة فاعمل ايه اخرج برا الموضوع ده خالص اطلعه برا علشان لما الترم دي تقف وتكتشتغل ما يبقاش افش في مكانه ويسرب طيب آآ بعد كده هنتكلم على ان شاء الله في الفيديو اللي جاي